ترجمة نانسي قنقر مركة مليئة بالمخاطر والدسائس والغدر في حين تواجه قوات دعم الشرعية في اليمن الكيان الإرهابي الحوثي في حرب شرسة تسعى قطر جاهدة إلى حمايتهم وتأمين الملجأ للكيانات الإرهابية الحوثية لبقائها في الساحة اليمنية فالحكاية بدأت عندما قامت قطر بعقد صفقة مع الجيش اليمني بوقف التقدم نحو منطقة الجبلية آخر معاقل المتمردين شمال محافظة صعد شمال اليمن حيث يتواجد فيها آنذاك زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي مقابل أن يقيم مؤسس حركة الحوثيين يحيا ووالده بدر الدين الحوثي وعمه عبد الكريم في الدوحة وتتولى قطر دفع مساعدات وتعويضات وإعادة الأعمار حيث وجه الجيش اليمني رسالة شديدة لهجة حينها وقال إن الوساطة القطرية أنقذت الحوثيين وإن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح استسلم للإغراءات القطرية مما أدى إلى إعادة ترتيب أوراق الحوثي حتى أشعلوا حربا جديدة وانتهكوا جميع الاتفاقيات بسبب الوساطة وتدخل القطري في الشأن اليمني ولم تتوقف قطر عن حماية الكيان الإرهابية الحوثي في اليمن عند هذا الحد فقد تآمرت ضد قوات دعم الشرعية في تاريخ الرابع من سبتمبر عام 2015 قامت الدوحة بتسليم أحداثيات تواجد قوات التحالف إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية مما أدى إلى استهداف جنود التحالف وأسفر عن استشهاد 45 جنديا إماراتيا و10 جنود سعوديين و5 جنود بحرينيين كل هذه الأحداث والخيانات التي قام بها النظام القطري ضد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وقوات دعم الشرعية في اليمن لا يمكن أحصاؤها فهو نظام يمارس أكثر أساليب الغدر والتآمر حتى أصبحت قوات الحوثي تهدد استقرار المنطقة وتهدد كثالك الممر البحري المهم وهو باب المندب وبالتالي النظام القطري الحالي قام بكل هذه الجرائم التي لا يمكن السكوت عنها وخاصة بدعمه ورعايته للكيان الإرهابي الحوثي الذي تزوده إيران بالأسلحة والذخائر والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لضرب الثقل العربي الإسلامي المملكة العربية السعودية لذلك على المجتمع الدولي أن يأخذ الملف القطري بجدية أكثر مما هو عليه ويكون موضوعا يناقش تحت قبة مجلس الأمن فجميع تلك الجرائم تستحق فرض عقوبات دولية على هذا النظام فهو ضرب عرض الحائط بجميع المعاهدات والبروتوكولات والميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة فبقاء قطر بهذه الوضعية وبهذه السياسات من دون ردعا دولي سيؤدي لمزيد من الفوضى والدمار في المنطقة